خذ حاجتك من الأموال الآن وردها بما يناسب قدرتك على السداد إغواء العرض السخي كان مفتتحاً لملايين الحكايات أدت البنوك في بعضها دور المنقذ للآلاف من شر الحاجة وكانت طرفاً في مآس لآلاف آخرين أوجات بني هادم يأخذ القرض لكن ما يعرف أنه بيسدد القرض حنا ما حسبنا الحساب ذا الذي ينطلع من المشروع نصرف على نفسنا تتراكم الديون أكيد أما هو سهل لو أني أسدد الأقصاد السنوية بانتظام ما كان صار فيني اللي صار ما أعتقد أني أجربها مرة ثانية لأنني انكويت منها وأثرت علي حتى في حياة الشخصية يلقي أبو إبراهيم باللائمة في ما حل به على عدم امتلاكه الوعي اللازم بخطورة تراكم الديون أما في الأردن الذي بلغ عدد المتعثرين عن سداد القرض فيه نحو مليون شخص فيناشد سامر زيود الحكومة تخفيف العقوبات على المدينين أسبابها كان في علاج لأبنائي أسبابها كان في محاولات لتوسيع التجارة وفشلات يعني عدة أسباب أدت إلى تعثري معاناتها يعني أنا عنيت فترة أربع سنوات بالغربة من هروب من شبح السجن اللي بيهرب منه التجار كلهم نأمل من الحكومة أيضا أنه تعديل قانون التنفيذ بما يتماشى مع قانون التجارة العالمي أصبحت كل دول العالم لا تحبس مدين المدين ليس مجرم تعج سجلات المحاكم العربية بقضايا المطالبات المالية ومع بدء تفشي فيروس كورونا لجأت حكومات عدة إلى تخفيف الإجراءات العقابية على المتعثرين غير أن ذلك تزامن مع تقديم البنوك المزيد من التسهيلات لتيسير الحصول على القروض الاستهلاكية فهل ينذر ذلك بتفاقم أزمة التعثر المالي؟ نسب التعثر على مستوى القطاع المصرفي حاليا كله في حدود 3% دي حالات قد تتكرر بنسبة معينة الشريك الأكبر فيها مش البنك أنا مش بدافع البنوك البنك منح القرض انت روحت عملت بيئة تحجيم الإقبال على القروض المصرفية ليس إجابة السؤال إذن كما أن وضع حد لمعاناة ملايين المتعثرين قد لا يتأتى دون إعادة النظر في ثقافة إدارة الأموال لدى المواطن العربي والتشريعات القانونية المتعلقة بالتعثر المالي سلم عمارة بي بي سي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر